بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحبه بجامعة نامذة السنة ربعة متوسط نلتقي إن شاء الله في الدرس الثالث وهو الحج وأحكامه بالإسبة للحج كلنا نعرف أنه الركن الخامس من أركان الإسلام فلا يصحه الإسلام المرء إذا لم يحج عند توفر الشروط نبدأ أولا تعريف الحج تعريف الحج لغة هو القصد أما شرعا من مقصد بالحج في عدة تعريفات نحن خير تعريف السهل الذي يسهل عليكم تذكره نقول الحج هو زيارة بيت الله الحرام زيارة بيت الله الحرام بنية آداء مناسك الحج استجابة لأمر الله وبتغاء مرضاته استجابة لأمر الله لأن الآية تقول ولله على الناس حج البيت فالحج كيروح رايح للحج ويقول لبيك اللهم حجا بمعنى يجيب كي ندأ للحج ثم الحج يقول لبيك يعني أتيت من أجل أداء شعيرة الحج بالنسبة لحكم الحج حكمه فرض عين مرة واحدة في العمر النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة العمر عدة عمرات ولكن الحج أصله مرة واحدة في العمر على من؟ على كل مكلف توفرت فيه شروط الحج من رحمة الله عز وجل أنه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني لمن توفرت فيه الاستطاع ليس كم الناس عندهم استطاع لو كان رب سبحانه قال ولله على الناس حج البيت فقط هنا يكون الإنسان في حرج وما الشقة معنى تهاب السفد بالرس كيف يشطره ولكن من رحمة الله أنه قال من استطاع نروح إلى الدليل الدليل من القرآن قوله تعالى أنا ذكرت الآية سهلة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الآية من سورة آل عمران من السنة في عدة أحاديث نختار الحاديث السهل لتحفظه قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث عبد الله بن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إذن رأينا تعريف الحج رأينا حكمه مع الدليل نأتي إلى الحكمة من مشروعيته أو تشريعه ما معنى الحكمة؟ فرقوا ما بين الحكم والحكمة الحكم تقولوا لا حرام واجب مشروع فرض أما الحكمة ما الغاية؟ ما الفائدة من وجوده؟ الحكمة من تشريع الحج أولاً هنا يستحسن إجابة في شهادة تعليم التوسط في البيان إن شاء الله جاوبوا على شكل رؤوس أقلام أفضل من فقرة يعني شلطة شلطة مطة مطة وجاوب فنقولوا الحكمة من تشريع الحج أولاً هي طاعة الله بأداء الركن الخامس في الإسلام كذلك عدنا حكمة أخرى إذن حكمة أخرى للحج نقولوا الحج مدرسة تدرب على الصبر والتواضع والتنظيم والتسامح والتضحية والإنفاق في سبيل الله نحن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه إذن أجر عظيم للحج هكذا كين الحديث أحد أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ما معنى كفارة تكفر الذنوب أي تمحو الذنوب نكمل الحديث نعود العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إذن الحج له فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى من الحكم كذلك من تشريع الحج تحقيق مبدأ المساواة بين الناس رغم اختلاف لغاتهم وأعراقهم وألوانهم وغيرها فكامل الناس متحدون في لبس واحد وهذا يقرر مبدأ المساواة كذلك من الحكمة من تشريع الحج التعارف بين المسلمين وتعميق الشعور بالوحدة والتضامن بينهم فهو مؤتمر عالمي إسلامي يلتقي فيه كل المسلمون من كل فج عميق كذلك من الحكمة من تشريع الحج تطهير المؤمن من ذنوبه ونيل الأجر ونيل الجنة إذن الحكمة من تشريع الحج في عدة حكم احنا ذكرنا أهمها بعد الحكمة نصل إلى شروط الحج لدينا أربعة شروط لدينا الإسلام العقل البلوغ الاستطاعة أرجع الإسلام فلا يصح إلا من مسلم أما العقل فمعلوم أنه لا يصح ولا يقبل من مجنون البلوغ لا يجب على الصغير قبل بلوغه فإن حج قلنا صغيرا لم يجزئهم عن تهاكي بعد البلوغ يكبر يعيد الحج الشرط الرابع وهو الاستطاعة فتشترط الاستطاعة البدنية والمالية حتى يستطيع الحج نأتي الآن إلى العنوان السادس في الدرس وهو أركان الحج أركان الحج لدينا أربعة أركان إذا نقس ركن أو اختلى بطول الحج أول ركن وهو الإحرام ثانيا السعبين صفا والمروى ثالثا وقف بعرفة رابعا طوافو الإفاضة نبدأ بالإحرام الإحرام ما هو؟ هو نية الأداء مناسك الحج والبدء فيه هي مصحوبة بالقول والعمل شوفوا كل أعمال أعمال تكون في القلب إلا الحج عند النية تكون جهرا فالحج ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجا أو عمرة أو حجا وعمرة فأول حاجة يديرها واشنو هي؟ الإحرام وهي النية الدخول في نسك الحج هذا اللبس الخاص بالحج وهو إزار وريداء هذا يلبس الحج يزار وريداء ومن السنة الإضطباع وهو كشف الكتف الأيمن بالنسبة للرجل أما المرأة تبقى مستثرة بحجابها الرجل يستحب من السنة اللون الأبيض وهو تشبيها بالكفاني أما المرأة تبقى بحجابها كاملا تنزع فقط النقاب والقفازين أما الركن الثاني السعي بين صفة والمروة وهو راجع لقصة أمنا هاجر عليها السلام مع ابنها إسماعيل عليهم السلام ومعروف القصة عندما بدأت تبحثوا ما بين الصفة والمروة لعلها تجد ماء حتى تروي عطشا سيدنا إسماعيل علي السلام إذن السعي ما هو؟ هو المشي بين الصفة والمروة ابتداء من الصفة وانتهاء بالمروة بعد الله السعي بين صفة المروة يجينا أهم ركن في الحج وهو الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أهم ركن فيه وهو الحضور بعرفة ليلة عيد الأضحى وهو تاسع للحجة ليلة العاشر ووقوف الركن وهو ما كان بعد الغرب ولو لحظة واحدة إذن الوقوف بعرفة بعد الوقوف بعرفة الركن الرابع والأخير هو طواف الإفاضة نحن الطواف عندنا ثلاثة طواف القدوم كين جوبك المكة عوض ما تصلي تحية المسجد نحن في دخل المسجد نصدود جرق عاد في مكة في الكعبة ما تصليش طوف عندنا طواف القدوم وعندنا طواف الإفاضة وطواف الودع طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج إذن كيفية الحج كيف تكون هذا الرسم أمامكم إن شاء الله يوضح كيفيته تكون يعني باختصارة كالآتي يحرم الحاج من المقات ويرتجه إلى البيت الحرام فيطوف حوله سبعة أشواط ويسمى طواف القدوم طبعا يبدأ من الحجار الأسود ويصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين ويشرب من ماء زمزم ثم يسعى بين الصفة والمروى سبعة أشواط بادئا من الصفة ثالثا في اليوم الثامن يذهب إلى مينا مينا ويظل بها حتى يصلي صلاة الفجر وفي اليوم التاسع يتهجه إلى عارفة للوقوف بها ويصلي بها صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا يعني أنه يقدم العصر مع الظهر وقصرا يعني يصليهم ركعتين ركعتين مش ربعة ربعة يقصرهم وبعد غروب الشمس يتجه إلى مزدلفة فيصلي بها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء ما معنى جمع تأخير المغرب يروح يأخره حتى للعشاء ويقصر العشاء مش أربعة ركعتين فقط إذا قلت ركعتين فقط للعشاء ثم يجمع الجمرات وقبل أن تشرق الشمس يوم العيد يعود إلى مينا ليرمي جمرة العقبة بصبع حصيات ويذبح أو ينحر إن شاء ويحلق ويقصر يحلق من الحلق يعني يحفف أو يقصر يقصر نقص بكتك شهر في الآخر يتجه إلى مكة ليطف طواف الإفاضة ويسعى بعده إن لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم يعود إلى مينا ليبيت بها ثلاث ليال ليرمي بها الجمرات الثلاثة في أيام التشريق ثم يعود إلى مكة ليطف طواف الوداع وهو آخر ما يقوم به الحاج إذن درس الحاج سهل جدا فيه تعرف الحاج حكمه مع الدليل شورطه أركانه الحكمة من مشروعيته وكيفية إن شاء الله نبسط لكم درس الحج في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر